فخط شعبي واجتماعي في كربلاء على اعتقال متظاهرين ضد سوء الخدمات في المحافظة بينما أكد متظاهرون أن سبب الاعتقالات هو عدم انتخاب أبناء المحافظة للأحزاب الفاسدة معتاز عباس والتفاصيل محاولة لتكميم الأفواه هكذا وصف أهالي كربلاء حملة الاعتقالات التي شنتها القوات الأمنية في المحافظة على عدد من الناشطين والشباب الذين شاركوا في تظاهرة احتجاجية على ترد تيار الكهربائي في المحافظة معتبرين هذه الحملة من الاعتقالات بأنها تأتي كردة فعل على عدم انتخاب أهالي المدينة للأحزاب والشخصيات السياسية الفاشلة في الانتخابات البرلمانية نستنكر أعمال الاعتقالات التي قامت بها محافظة كربلاء تجاه المواطنين المطالبين بالخدمات من الناشطين المدنيين والطلاب ونطالب بالإفراج عنهم بأسرع وقت ممكن لأنهم لم يطالبوا بشيء غير مشروع بل بحقوق مكفولة دستوريا نستنكر العمل الذي قامت به القوات الأمنية في كربلاء المقدسة باعتقالهم متظاهرين يعني بسبب مشروع أو بسبب بسيط كونهم يطالبون بأبسط الحقوق للمواطن وهي الماء والكهرباء يعني صار 15 سنة يعني أبسط شغلتها للمواطن ما وفرتوها يعني حق المواطن ينفجر وطبعا المظاهرة كانت سلمية والمظاهرة يعني كافلها الدستور كونها سلمية فيما استنكرت نقابة المعلمين في محافظة كربلاء قيام قوة أمنية من قيادة شرطة المحافظة بمداهمة مقرها بحثا عن أشخاص شاركوا في التظاهرة الاحتجاجية على ترد تيار الكهربائي في المحافظة عادة هذا التصرف بأنه خرق قانوني فاضح لا يمكن السكوت عنه وفوج الحاضرين بدخول قوات السوات لبحث عن المتظاهرين وحقيقة هذا سابق خطيرة لدى المجتمع الكربلاء فالنقابات والاتحادات لها قدسية في المحافظة وأذن قانون نقابة المعلمين لا يسمح للتحري بالنقابة المعلمين إلا بحضور نقيب المعلمين وهذا النظام الخاص أما تأتي القوة بدون أي كتاب وتدخل لنقابة المعلمين بشكل مفاجئ تبحث عن المتظاهرين فوجئنا باختحام قوة أو محاولة قوة لمداهمة مقر نقابة المعلمين وذلك تماما في الساعة الواحدة أو الساعة الثانية عشر ليلا وخمسة وأربعون دقيقة الحجل والذريعة التي تذرعت بها هذه القوة المكونة من قبل التدخل السريع أنها تبحث عن ناشطين وعن متظاهرين تخيل أن الوقت تجاوز منتصف الليل وهذه القوة تبحث عن متظاهرين وعلى رغم من مرور ثلاثة أيام على اعتقال عدد من الناشطين والشباب في محافظة كربلاء إلا أن الحكومة المحلية في المدينة لم تستجب لمضالمة أهالي كربلاء بإطلاق سراحهم وهو ما يجعل الأمور أكثر تعقيدا خلال الأيام المقبلة من محافظة كربلاء معتز عباس الفلوجة